بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حالة النظر بازدنا عن كيفية تخطي حساب جوجل من عندنا من على جهزة الاندرويد. كتير جدا من انا مثلا بعد ما بيعمل الفورمات او عادي الضغط مصنع على جهاز الاندرويد بتاعهم. بالفجأ ان الجهاز مقفول على حساب جوجل او فمش عايف يخش الجهاز مرة تانية او يفتح الجهاز ويكمل الاعدادات. فنقدر ايه دي لان شو ما بعد زي انك انت تقدر تتخطي حساب جوجل من عندك من على جهزة الاندرويد. وبضغطة واحدة. فتعالا ما بعد راح نصح للمكتب ونحل مشكلة او حساب جوجل من عندنا من على جهزة الاندرويد. يلا بي. ودلوقتي يقول لعناش النظر ان نحل مشكلة التحقق من حساب جوجل او حساب او انك انت تتحمل اداة جميلة جدا هي اداة دوريك. هتلم فكلك الرابط بتاع حفزة اندوء الوصف. اللي اداة تشتغل على جميع عظيمة التشغيل زي ويندوز سيفين و ايت و ايت بونت وان ويندوز تن و كمان ويندوز اليفين. كمان الاداة متوافقة مع جهزة الماك تقدر تحملها بكل سهولة. كل عليك بعد ما تخشها الرابط بتطلطينا على كلمة التجربة المجانية. عشان تبدأ تحمل الاداة. حكمها حوالي عشرين ميجا. تبدأ تخزينها وليكن مسلا عندك على الديسكي توب. تطلطينا على سيف. تبدأ التحميل وتبدأ تتحمل معك على طول. بعد ما بتتحمل عندك الاداة بتنزل وبرعا ايكونة بالشكل ده. الطريقة بتطلطينا بتاعتها سهلة جدا. انت بيلكليك عليها. بعد جدا كل اللي عليك هتطلطنا على كلمة التثبيت. وهتبدأ تتثبت معك على طول. لدي من افضل الاداة اللي ممكن تحل لك مشكلة تحقق حساب جوجل على اجهزة زي اجهزة سامسونج وشاومي وبعض الاجهزة التانية. زي ما تشايف عملية التصطيب بتحصل بشكل سريع جدا. هننتظر للمحظة يتخلص. تمام كده خلاص الاداة سطبت معنا وزي ما انت شايف فيها مجموعة ادوات جميلة جدا زي فتح افل الشاشة لاجهزة وعندك هنا كمان استعادة البيانات بجميع انوحة مختلفة زي استعادة بيانات الواتس اوب واستعادة البيانات من اجهزة الاندوريد واستعادة كمان البيانات من بطاقة كمان عندك هنا اصلاح جميع مشاكل النظام وعندك اي مشكلة في الجهاز بتاعك زي الشاشة الصودة او اي مشكلة تانية ممكن يحل لك البرنامج بكل سهولة. عندك كمان هنا اعادي التزبيت او تحديس الجهاز لو انت عايز تسبب تحديس جديد للجهاز بكل سهولة وبضغطة واحدة. عندك كمان استخراج البيانات سواء من اجهزة اندرويد المعطلة او من حساب جوجل او من بطاقة الس اي ايم. عندك كمان هنا تنظيف وتسريع الهاتف تقدر تنظف وتسريع الجهاز بتاعك بشكل سريع جدا. وعندنا هنا كمان اداة نقل البيانات. تقدر انك انت تنقل البيانات من جميع اجهزة اندرويد لاجهزة اندرويد او حتى من اجهزة اي فو لاجهزة اندرويد. كما انت تقدر تنقل بتاعك بكل سهولة. اما بالنسبة للادالة نشرحها معنا النهاردة وهي تجاوز افل اف ار بي. تخطي حساب جوجل على جميع اجهزة سامسونج. وشاومي وقوبو بكل سهولة وبعض الاجهزة التانية. كلها لك عشان تقدر تعمل تخطي لحساب او افل اف و ار بي اللي موجودة عندك على الجهاز بتاعك. هتضغط ضغط هنا بالشكل له. زي ما انت شايف هنا هتجاوز افل اف و ار بي. يمكنك هتخطي حساب جوجل او افل اف و ار بي وقالت تعيينه بالكامل على جميع اجهزة سامسونج وشاومي وقوبو والتي تعمل باصدار نزام التشجيل اندرويد. تمام. زي ما انت شايف هنا عندنا كمان الاجهزة المدعومة زي اصدارات المختلفة من اول اصدار اندرويد ستة لحد اصدار اندرويد تلتاشر. وهنا طبعا دعم ايه وتخطي حسابات جوجل على جميع اجهزة التابلت وسبسونج زي ما قلنا وشاومي وقوبو. تجاوز كامل يمكنك استخدامه دون حساب قدود اخر. يعني انت تقدر تعمل تجاوز كامل. كل عنا دلوقتي هنبدأ نوصل جهازنا بوصلة. بعد ما وصلنا جهازنا بوصلة. هنضغط هنا على كلمة ابدأ. جاء لتحضير ملفات تعريف التكوين لجهازك. بازن انت زي ما انت شايف تمت عملية اتمام تجهز ملف التكوين بنجاح. كل عليك بعد كده اتغط هنا على كلمة ابدأ في التجاوز. في المرحلة اللي بعد كده زي ما انت شايف هيقول لك الرجاء اتباع التعليمات التالية اللي تضع جهازك فضعية الاسترجاع ووضع زي ما انت شايف كل جهاز هيجيب لك موضح لك ازاي ان كنت تدخله فضع او وضع الاسترجاع. يعني على سبيل المسال بالنسبة لاجازات سامسونج هتلاقي مسلا في الخطوة الاولانية انك تضغط على زرار خفض الصوت زائد زرار الطاقة اللي اتنين مع بعضهم ضغطة مطاولة. بعد كده زي ما انت شايف مع الاستمرار على الضغط على زرار رفع الصوت مستوى الصوت. وبعد كده هتحرر صبعك هيظلك شعار زي ما انت شايف سامسونج. مجرد ما يظهر لك شعار سامسونج هيبدأ بعد كده ان هو يدخلك فضعية موت بالشكل ده. هنبدأ نطبق الاربع خطوات دلوقتي على الجهاز بتاعنا. دلوقتي اعمل اقاف تشجيل للجهاز بالشكل ده. وهنتزل السفون بسيطة. بعد كده هضغط على زرار خفض الصوت مع زرار الطاقة اللي تنمع بعضهم مع زرار رفع الصوت. مجرد بس دلوقتي يظهر لي شعار سامسونج تمام زهر بالشكل ده. هبدأ دلوقتي بعد كده الخطوة اللي بعد كده هتظهر لي زي ما انت شايف الوجهة اللي هو موقفني عليها في قلب البردنامي. تمام. كل اللي عليها في الوقت ده زي ما انت شايف هيبدأ زي اقول لك حدد اصدار الاندرويد. هبدأ حدد الاندرويد. انا عندي تلاتاشر. هضغطينا على التالي. بعد كده زي ما انت شايف هيوضح لك بعض الخطوات اللي انت تعملها على الجهاز الموبايل بتاعك عشان تبدأ ان كنت تتخطي حساب جوجل. هنبدأ نروح على الجهاز ونتحكم بالاسهم ونروح على زرار ريسيت ونتطع عليه ضغطة بالشكل ده. هتبدأ تظهر لك الوجهة دي زي ما انت شايف لو ظهرت لك باللغة العربية م Anchor قل له عليك انك انت هتروح على خيار على الضبط المصنع او حتى زي ما موضحوا لك هنا باللغة الانجليزية. وهتبدأ ان ان كنت تضغط عليه ضغطة من خلال زرار بعد كده هيبدأ يدخل لك على الوجهة دي هتختار منها خيار تنزل بالاسهم عليه وتختار خيار وبعد كده تضغط على زرار الخطوة اللي بعد كده هتختار من الوجهة دي خيار تنزل عليه بالاسهم وتضغط على زرار ضغطة بالشكل ده. ويبدأ في الوقت ده زي ما انت شايف يزهر لك اخر وجه اللي هم وضحنا. هننزل هنا على نزل تحت كده. نضغط على ضرار الباور. ويبدأ دلوقتي زي ما انت شايف الجهاز يبدأ يعمل معك قليل تشجيل ويفتح معك على شاشة الترحيب. كل عليك هتضغط بعد كده هنا على زي ما وضح لك فائد بالبرنامج دلوقتي. وزهر معك. تضغط هنا على ضغط بالشكل ده. بعد كده هتبدأ تختار شبكة الواي بتاعتك وتبدأ تعمل بها اتصال. بعد كده هتظهر لك شاشة ترحيب. تضغط هنا على وزي ما انت شايف دلوقتي هتظهر لك وجهة الاتصال هتضغط على نجمة زيرو نجمة وزي ما انت شايف بقى لما بتعمل الاتصال بالكود ده هيبدأ يقول لك في البرنامج تجاوز هتنتظر بقى لحد من المرحلة يتخلص خالص والجهاز يبدأ يفتح معك مرة تانية. فاحنا هننتظر لحد من المرحلة يتخلص والجهاز يفتح معنا تلقائق على طول. تمام كده خلاص البرنامج خلص واكتتب لي تم التجاوز بنجاح. لو راحنا الوقت توصينا على الجهاز بتاعنا خلاص هنبدأ دلوقتي ان احنا نفتح الجهاز مرة تانية. هتبدأ ان تضيف الاعداد بتاعتك وزي ما انت شايف في مرحلة تسجيل الدخول لحساب جوجل هتلاقي ان بقى متاح عليك انك انت تعمل تخطي. يعني زي ما انت شايف زرار التخطي بدأ يظهر معك الاول ما كانش موجود عندك اه تخطي كما طلبك انك انك انت تعمل التحقق من الحساب. خلاص دلوقتي تضغط على التخطي هنا عندك عدم النسخ تضغط عليها بالشكل ده. جاء التحقق من المعلومات هيكمل معك بقية الخطوات بعد كده ومشي طلبك بحساب جوجل خالص دلوقتي. هتنتظر زي ما انت شايف بعد كده تضغط هنا على التالي كبول. بعد كده هنا بالنسبة للنمط والحاجات دي كلها تخطي على اي حال. خلاص انت جاهز تضغط هنا على انهاء. ويبدأ دلوقتي يفتح معك الجهاز زي ما انت شايف لو رحنا على الجوجل بلاي. هتلاقي ان خلاص مفيش حساب جوجل موجود عندك على الحساب. تقدر تعمل دلوقتي حساب جوجل بدل اللي انت نسيته وتحل مشكلة الجهاز عندك بكل سويلة من خلالات دورك. وطبعا زي ما احنا وضحنا ان الاعداء ما دفوعة فانت لو عايز انك انت تصل على الاشتراك بتاعها تضغطينا على كلمة اشتري الان. وزي ما احنا شايفين دلوقتي فيه عرض حاليا على البرنامج. يعني زي ما امتشاف دي مجموعة خطة تقدر تشتري منهم الخطة لتنسبك. يعني على سبيل المسال عندك هنا فيه خطة دلوقتي معمولة اللي هي الخطة المتعددة سهرها خمسة وستين دولار. وعندك هنا خطة كمان لمدة مدى الحياة بخمسة واربعين دولار. وعندك هنا اشتراك سنوي بكيمة تمانية وعشرين دولار. وعندك اشتراك لمدة تلاشة شهور بخمسة وعشرين دولار. تقدر تحصل عليهم وتشترك في البرنامج ويكون عندك اكاونت. تقدر انك انت ازا ما تشاف هنا عندك لحد عشر اجهزة هنا لحد خمس اجهزة. هنا لحد خمس اجهزة. وهنا الخطة الشهرية لمدة تراتوش لجهاز واحد فقط. وبكلا ازا ما شفنا بكل سؤلات خطينا حساب جوجل ما عندها مع الجهاز الاندرويد وفتحنا الجهاز مرة تانية. رب بكل حلقة عجباتكم وكل استفدتم منها. ياريتنا نصلك فيك الشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.